بعد خمس سنوات من النزوح بدأ بعض الأهالي من بلدة ناجية في ريف إدلب الغربي في العودة إلى منازلهم ولو كانت مدمرة فالهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت نقطة مراقبة تركية وسط البلدة الأمر الذي شجع بعض الأهالي إلى ترك خيامهم والعودة إلى منازلهم ولكنهم اصطدموا بنعدام الخدمات الرئيسية في البلدة وعلى رأسها مياه الشرب بعد الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة عاد قسم كبير من أهالي قرية الناجية وما تزال العودة مستمرة من مخيمات النزوح على دود التركية السورية باتجاه القرية طبعا تحتاج هذه العائلات إلى أدنى مقويمات الحياة كمياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية وغيرها نحن كمجلس محلي نسعى لتأمين هذه الخدمات في أسرع وقت ممكن ونناشد المنظمات الإنسانية بتدخل لأعداد الحياة وتشجيع من بقي في مخيمات النزوح للعودة إلى أرضه أنس أبو أحمد أحد الذين لم يغادروا هذه البلدة رغم القصف الذي تعرضت له سابقا بينما تمكن من جلب المياه من أحد الينابياء البعيدة كحل مؤقت وذلك عبر شبكته الخاصة التي مكنته من تأمين مياه الشرب له وللعديد من العوائل أيضا في حين بقيت مئات العوائل تعاني من استجرار المياه عبر الصهاريج المكلفة نحن موجودين بالغاققرية أكثرية الناس عبت عاني من موضوع نقص المي فحاولنا اجتهات شخصية نأمين مي لأهل القرية في عنا بير موجود بطرف الضيعة عن مسافة 1500 متر فحاولنا قدر الإمكان أن نجيب مي لأهل الضيعة فعم نعمل كشبكة للمشي أمور الضيعة فعم نحاول قدر الإمكان لمشي حوالي يعني ما يقارب الميت عائلة من أمنهم من المي وفي عنا ناس كتيرين ما عم نقدر من أمنهم مي دمار خلفه قصف النظام على هذه البلدة أجبر الأهالي على ترميم بعض الغرف والسكن فيها كما هو الحال عند أبي أحمد الذي يسابق الزمن لتجهيز منزله قبل قدوم فصل الشتاء في حين أن الكثيرين غيره لم يجدوا من منازلهم إلا الدمار جاءنا الضيعة في عنا شوية خراب بالبيت إننا من نرمموا ونشتي هوني إننا أحسن من المخيمات فهوني بالحارة في عنا جيران شيتني عائلتين ثلاثة عندهم دمار حسنوا يدبروا حالون في باقي العيال عندهم دمار كتير بسبب القصف والكذا ما حسنوا يرجعون تتزايد أرقام العائدين إلى البلدة وتتزايد معهم الحاجة للخدمات الأساسية كتأمين مياه الشرب والكهرباء والخدمات الطبية والإغاثية أيضا لم تنجو بلدة ناجية من قصف النظام الذي دمر معظم أحيائها لكن هدوءا نسبيا شجع بعض الأهالي على العودة إلى منازلهم وكل أمنياتهم استمرار الهدوء وتأمين الخدمات الضرورية منير الحاجي تلفزيون سوريا بلدة ناجية ريف إدلب